ممكن كنت انا وانت بنتكلم حتى على انه الوثائقية او قناتنا الوثائقية اللي انطلقت يوم الحد كانوا عاملين لقاء مع واحد من الامراء الدواعش تحت مسمى امير او احد امراء حدود داعش اظن لو انا فكر اسمه مصبور رشيد المصري رشيد المصري والاسود اسم الحركي والاسود وهذا الرجل تحدث كثيرا عن السلفية العلمية وتأثروا بهذه المدارس محمد حسين يعقوب وابو اسحاء الحويني ومحمد حسان وهلوم مجر وقال ان هي الرافض الاكثر تصديرا لسلفيات جهدية عن حتى جماعة الاخوان المسلمين سؤالي بقى هل السلفية العلمية مدرسة واحدة ولا اكتر من مدرسة السلفيات يعني سلفيات كتيرة جدا بداية الوثائقية والتسجيل التاريخ مهم جدا احنا بنسجل تاريخ بدلا ما نسجلوا غيرنا شوفت انت لما سجلوا في الستينات وسجلوا بتاريخ الستينات والاخوان والكلام سجلوا بوجهة نظرهم هم شوفنا كتب زي كتاب زينب الغزالي والكلام ده للأسف ويجي يوسف نادى يقولك انا اللي كتب الكتاب بعد كده هو اللي قال لا انا كتب فانت بيسجلك التاريخ بيزوره بيضلي فانت كويس جدا وثائقية بتجي في وقت حساس جدا الحوارنا تابعته جدا وتكلم فعلا عن السلفية بس انا اعتقد ان هو كان يقصد السلفية الحركية السلفية الحركية اللي هي دعت للقتال في سوريا وهو ايه وكانوا في الاستاد ودعوا يعني السلفية دي هي السبب في ان هو طلع على هناك لكن على العموم خلينا نفصل في الموضوع السلفية العلمية اسمه عام وهذا الاسم العام بيتحدث عن الرجوع للفترة التأسية الاولى القرون الاولى بكل تفاصيلهم النصوصية الفقه يكون نصي نصوصي اعتمد على الكتاب والسونة الحديث بشكل ظاهري شكل كبير والفترة التأسية الاولى دي حتى في المظهر يعني في المظهر بتاعه وهتلاقي في مدارس في السلفية العلمية دي اللي هي التربية والتصفية والتنقية يعني يفضل في المراحل التربية والتصفية والتنقية لأفراد والعناصر لغاية ما يوصل لمرحلة معينة يغير فيها المجتمع يعني التغيير يأتي عن طريق العلم والتربية يعلم الناس الأصول السلفية القديمة ده من معنى ببساطة للسادة المشاهدين طيب هتلاقي مدارس في العالم العربي كتير يعني هتلاقي مثلا مدرسة الشيخ عبدالعزي المباس في السعودية مدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني كان في الوردن وسوريا هتلاقي مقبل بنهاد الوداعي في اليمن هتلاقي انتقلت هذه المدارس إلى مصر وهتلاقي تفرعت منها مجموعة من المدارس السلفية هتلاقي مثلا المدرسة السلفية الوطنية بن بديس في الجزائر هتلاقي المدرسة السلفية التعبدية يسامة عبدالعزيم هتلاقي المدرسة السلفية المؤسستية اللي هي مؤسسات تغضع للشؤون الاجتماعية زي أنصار السنة زي الجمعية الشرعية هتلاقي مؤسسة السلفية الحركية اللي هي حاجة وسيطة كده يعني ما بين الحركية الإخوانية وما بين الفقه أو العقيدة السلفية أو الشكل السلفي اللي هو زي مثلا السلفية السرورية في سرورة الزين العبدين بتاع السعودية أو تلاقي مثلا عندنا محمد عبد المقصود والجبهة السلفية دول بيدمجوا ما بين الإخوان السلفية وعملوا كده السلفية جديدة فاللي هي بتؤمن بالتغيير عن طريق عمل جماعات وتنظمات وكدام زي كده وفيه السلفية الجهدية بقى اللي هي سلفية بتكفر الدولة والحاكم وبتؤمن بالتغيير المسلحة